تغييرات وتحديثات جديدة في تطبيق ستوديو اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الكروب خير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في الفيديو القصير ده بنتعرف على التحديث الجديد اللي هو فيه تطبيق ستوديو اليوتيوب اليوتيوب بيحاول أنه يضيف لك خيارات جديدة ويغير في شكل تطبيق ستوديو اليوتيوب علشان تطبيق ستوديو اليوتيوب تقدر أن تدير قناتك من خلاله دعنا نرى مع بعض الشكل الجديد ه هنبدأ اننا نفتح تطبيق ستوديو اليوتيوب على الموبايل طبعا اي حد عنده قناة يجب ان يكون عنده تطبيق ستوديو اليوتيوب سنبدأ اننا نفتحه هذا بعد ثاني في اسفل الشاشة تج艦ه هتجن zacم là المحتوى سنبدأ ان نضغط على المحتوى وهذا الشكل الجديد فى تطبيق ستوديو اليوتيوب ممكن يكون ظهر عندك فى الوقت أو يظهر مع الوقت طيب ما هي التغييرات اللي ليوتيوب عملها في تطبيق استوديو اليوتيوب عمل لك كدة اقسام خبيرة يعني اول حاجة فوق الفيديوهات بعد الشورتس اللي هي البتيوات القصيرة بعد كدة الفيديوهات اللي هي المباشرة اللي هو البث المباشر بعد كده قوائم التشغيل فحطي لك هنا كدة اقسام علشان يسهل عليك ان انت تدخل على الفيديوهات اللي هي موجودة على قناتك التشغيل تشوفلا والاتمةıyor فوق هنا طبعا في فيديوهاتambεια sentirهات وبيعرض لك هنا سبع فيديوهات قدامك يعني انت لو تسحب كده الشاشة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يعني فقط معروض أمامك سبع فيديوهات قدامك اللهم اخر سبع فيديوهات لو انت عايز تعرض كل الفيديوهات بتبدأ ان انت تضغط على اللي هو عرض الكل اللي هي امام الفيديوهات يبدأ ان هو يجيب لك كل الفيديوهات اللي انت رفحت instructional على قناتك ولكن القسم المعروض ده هرجح كده القسم المعروض ده بيعرض لك فقط فيه آخر سبع فيديوهات وتحت بعد كده اللي هو الشورتس اللي هي الفيديوهات القصيرة لو عندك يعني فيديوهات قصيرة هو هنا بيعرض لك هنا برضه مجموعة من الفيديوهات القصيرة آخر فيديوهات قصيرة انت رفحتها على قناتك فبيعرض لك هنا عشر فيديوهات قصيرة لو احنا عدينا كده تلاقيهم عشر فيديوهات ولو انت برضه عايز تعرض كل الفيديوهات القصيرة بتضغط هنا على عرض الكل يبدأ يجيب لك كل الفيديوهات القصيرة اللي انت رفعتها على قناتك ثم نعود لك بيقولك الفيديوهات المباشرة N behavior such지는 presently to the final 7 videos with прав сил of your guide بنkę covering below s saga the space of刚room قوائم التشغيل تو vuelvo 7 to better تأهلاكي why span total you create 7 gen لو لديك قوائم التشغيل أكثر لو想تعرض الم mistakes تضغط لعرض الك Greenян التي هي مملكة جدا وسمعenman은no لا تنسى أنك عندك فوق هنا اللي هو الفلترة يعني تستطيع فعلت هنا فلترة فصل int�� приベ Whats tu يعطيت الم и Как Mahler يعني لو ضغطت على عائد المشاهدات يقول لك اختار مثلا عايز تظهر فيديوهات اللي هي من كام لكام اكثر من كام او اقل من كام يعني بتقدر تعمل فلترة لو انت عايز تشوف فيديو من خلال فلترة معينة انت تدخلها فاعرفني في تعليقات هذا الفيديو هل التحديث الجديد في تغيير شكل استوديو اليوتيوب ظهر عندك ولا لا ادخل على المتجر وتأكد من انت عامل تحديث لتطبيق استوديو اليوتيوب لو فيه تحديث تبدأ ان انت تحدث لو موجود عندك كلمة فتح يعني معنى كده ان انت على اخر تحديث طبعا المفترض ان احنا الشكل القديم اللي كنا متعودين عليه فلما يكون فيه تغييرات في الشكل فبقا بناخد وقت شوي علشان نبدأ ان احنا نتعود عليه لكن عرفوني في تعليقات هذا الفيديو ايه رأيكم في الشكل الجديد ده هل كويس ولا الشكل القديم كان افضل من ده ولو لاسه التحديث لم يظهر عندك فيه مع الوقت فيه ناس كتيره ظهرة عندها وفيه ناس لسه مظهرش عندها اعمل تحديث لتطبيق استوديو اليوتيوب ومع الوقت سيظهر عندك على جهازك اليوتيوب الى الان اضاف مزايا وخيارات كثيرة جدا في تطبيق استوديو اليوتيوب وكمان مستمر انو يغير ويضيف في تطبيق استوديو اليوتيوب Evolution بل実عه لو عايزك تدير قناتك من خلال تطبيق Instagram YouTube انتظرونا انا شاء الله وفي فيديوهات اخرى اهم الفيديوهات التي تفيدك كمنشئ محتوى موجودة في وصف هذا الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو النبي صلى الله سلم يقول خير يومٍ طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة في يوم الجمعة اكتروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة ساعة استجابة الدعاء فاكثروا من الدعاء في يوم الجمعة أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد في أمان الله مع السلامة